مساء الخير أعزائنا المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حكاية فنية حلقتنا اليوم عن نجم النجوم الزمن الجميل موسيقار عبقري سابق عصره أول من غنى أغني للأطفال في العالم العربي هو ممثل ومنتج وملحن وممثل من درجة عالية جدا هو الفنان أمير البهجة الموسيقار محمد فوزي اسمه بالكامل محمد فوزي عبد العال الحو موليد مدينة طنطة في 28 أغسطس 1918 هو رقم 21 من أصل 25 أخ وأخت حب الغناء من صغره وكان دايما من صغره يحب يروح الأفراح والموالد والمقاهي اللي فيها الأغاني حشان كان متعلق جدا بالموسيقار سيد درويش وكان بيحب يسمع أغانيه وبعدين جاء للقاهرة سنة 1938 والتحق بالمعهد الموسيقى وبعدين انضم إلى فرقة الفنانة الكبيرة بديعة مصابني كازنه بديعة مصابني كان من أكبر المسارح ومن أكبر الملاهي الليلية اللي بيقدم فيه كبار النجوم والنجمات استعراضات وأغانيه ورقصات ومنولوجات وكانت نقطة مهمة جدا في حياته حين التقى بفرقة بديعة مصابني وبعد فترة انضم إلى فرقة الفنانة الكبيرة سارة برنار الشرق فاطمة رجدي واستطاع من خلالها يقتحم عالم السينما وقدم أول فيلم ليه هو فيلم سيف الجلاد ونجح نجاح غير عادي وبعدها تولت أعماله ونجحاته في السينما والموسيقى والغناء محدش ينسى أبدا محمد فوزي المسكار الكبير اللي قدم أجمل الأغاني الاستعراضية وأجمل الأغاني المبهجة حقا هو فعلا أمير البهجة محمد فوزي تتعلقته في الأول جميلة جدا بأخته الفنانة هدى سلطان لكن لما حبت هي تقتحم عالم السينما وتغني للأسف ما كانش حابب اللي هي تندمج قوي في الفن وزعل منها جدا وقطعها عشان هي كانت عايزة تمثل وتغني لكن أصيب بمرض وهي راح تزارته وخدها في الحضن ونسي كل حاجة وقدر يستلحه وبعد كده قدم لها ألحان جميلة جدا متميزة ونجحة زي ضربين الودع وأنتج لها فيلم سلمة من أنجح أفلامها هو فيلم في تواة الحسنية وليها أخت كمان اسمها هند علام كانت ممثلة بس ما خدتش فرصتها قوي إنما الفنان محمد فوزي كان هو نجم السينما الاستعراضية والغنائية في فترة الأربعينات والخمسينات قدم مجموعة جميلة جدا من الأفلام الهمة الجميلة زي فيلم كل دقة في قلبي وقدم فيها الفنانة نازك ولحن لها أيضا أغنية كل دقة في قلبي وشاركها في أغنية حن قلب قلبك يا أمي وكانت أغنية نجحة جدا والفيلم حقق نجح كبير جدا وكانت البطلة معهم الفراشة الرقيقة سام يا جمال وأيضا أدم مع زوجته الجميلة سمراء النيل مديحة يسري مجموعة جميلة من الأفلام زي بنات حوة والحب في خطر وغيرها وغيرها من الأعمال الجميلة معنا اتصال الأستاذ سعد أهلا بيك أهلا أهلا بسهلا بحضرتك إزاك يا سيد معتزم الحمد لله حضرتك عامل إيه الحمد لله طبعا والله يا ترى امتبعنا من الأول أه طبعا حلقتنا النهاردة عن النجم محمد فوز يا ترى بتحبله أغاني إيه محمد فوز طبعا بحبله غنية حبيبة وغنية وشاحات الأغام مع النجم ليلة مراد أه طبعا ومال الأمر طب يا ترى الأفلام ايه أحب الأفلام ليك اللي بتحبها للنجم محمد فوز طبعا بنات حوة بحبت فغلة جدا وكل ده أفقال بيه أه طبعا طبعا ليه أعمال جميلة طبعا بشكرك جدا أستاذ شعد على المتابعة وإن شاء الله الحلقة أتنل إعجابك الفنان الكبير محمد فوزي قدم أجمل الدويتوهات في السينما المصرية مع النجم ليلة مراد في فيلم ورد الغرام قدم دويتو من أجمل الدويتوهات هي أغنية شاحات الغرام كلمات الأستاذ بداع خيري والأغنية الحد دلوقتي كل الناس بتحب تسمعها أداءه فيها كان متميز اللحن الصورة التصورية كانت جميلة جدا في هذا الفيلم الجميل وقدم مع النجم ليلة مراد فيلم آخر اسمه المجنونة من أجمل الأفلام أيضا وقدم أفلام كوميدية زي ابن الإجار وكان الله يرحمه دمه خفيف زي ما بنشوفه على الشاشة كانت دي حياته الشخصية أيضا النجم الراحلة مديحة يسري كنت دايما بكلمها في آخر أيامها وتوصل معها قالت لي يعني يا معتز زي ما كنت بتشوف الفنان محمد فوزي على الشاشة هي دي كانت حياته حياة بسيطة حياة طفل يحب دايما يجري على الأطفال وهو أول فنان في العالم العربي غنى للأطفال ماما زمانها داية وذهب الليلة وكان يعني قريب قوي من الأطفال حياته لأن حياته كلها كانت مرحة وأيضا غنى أغنى دينية زي يا رب يا سند الدعفاء وربي سبحانك وغنى أغنى وطنية زي أغنية بلدي أحبابتك يا بلدي أما عن حياته الشخصية الفنان الكبير محمد فوزي تزوج ثلاث مرات زوجته الأولى من خارج الوسط الفني اسمها هداية وأنجب منها المهندس نبيل والمهندس سمير والدكتور مونير وزوجته التانية سمراء النيل الفنانة النجمة الكبيرة مديحة يسري وأنجب منها ابنه عمر اللي توفى بعد كده في حادث سيارة وزوجته الأخيرة كانت كريمة الملقبة بفتينة المعادي وزلت معاه الآخر لحظة في حياته وأنجب منها ابنته إيمان أنا جاب لحضراتكم مجموعة صور ندرة دي صورته مع النجمة فاطمة رشدي دي صورته أثناء مرضه الأخيرة الله يرحمه أصيب بمرض العزام وفيه دي برضو كان العود ملازمه في كل مكان حتى في أيامه الصعبة وأيامه الحزينة اللي كان فيها الصورة دي يا جماعة نقف عليها شوية الصورة دي كانت أهدتها للفن معنا اتصال الأستاذ تامير استراف أهلا بحضرتك أهلا بيك محكز إزايك أهلا وسهلا بحضرتك الحمد لله حضرتك عامل إيه الله يخليك والله يبهنيك دايما على أن أنت متابع الزمن الفن الجميل والقيم من طاعة الفن ألف شكرا لحضرتك يسعيدني جدا بصراحة أن في حد في سنك وكده مهتم بالقيم دي كلها ألف شكرا لحضرتك مرسي قوي على المتابعة النهار ده حلقتنا عن الموسيقار محمد فوزي يطرح حضرتك بتحبله أغاني إيه وأفلام إيه طبعا كتير جدا جدا بس يعني أنا في حاجة باعتبرها أنها مميزة جدا لأنها سبق زمانها بكتير الأغاني بتعطي الأطفال اللي عملها طبعا دي من وجهة نظري كان لها رؤية سبق كل الفن بسنين بصراحة ما فيش شك وكام إزاي قونت ماما زمانها جاية وزهب اللايل دي ما كنت أقولها طبعا هي أهم واحدة طب بالنسبة للأغاني الفرانكو زي فاتومة ومصطفى يا مصطفى كان برضو سبق عصر فيها أكيد أكيد وكل أغاني هو كان سبق عصر وأعتقد ده أنا مش هضيف يعني عن قيمة الفنية الكبيرة كل المحللين قالوا كده ما فيش شك بشكر حضرتك جدا على المتابعة وعلى مكالمة حضرتك الجميلة دي وبشكرك جدا جدا الأستاذ تامر استراف ألف شكرا لحضرتك ياريت نرجع للصور مرة تانية أنا النجمة الرحلة مديحة يسري أهدتني صورة لأول مرة هتعرض دلوقتي على الشاشة قبل الفنان محمد فوزي ما يعمل عملية التجميل في شفته العليا والصورة دي أهدتها لي النجمة مديحة يسري وهي في أيامها الأخيرة عشان هي عارفة قد إيه أنا بحب الفنان محمد فوزي ودي مجموعة صور دي مع زوجته الأخيرة كريمة فاتنة المعادي اللي كانت معاه لحظة بلحظة في أيامه الأخيرة والحد وفاته ومعانا صور تانية دي أثناء مرضه الأخير وصيب بمرض سرطان العظام وفي الوقت ده كان المرض للأسف مالوش علاجه ورح لندن ورح ألمانيا وللأسف ما كانش ليه أبدا علاج في مجموعة صور تانية دي مع الفنانة فاطمة رجدي والفنان عبدالغني السيد أثناء مكان في فاطمة رجدي العود دايما كان معاه في كل مكان بيروحه كان الموسيقى هي حياته هي دنيته وكان الله يرحمه يعني برغم أن يتوفى في سن صغير عنده 48 سنة قدم مجموعة كبيرة جدا من الموسيقى والألحان يعني هو مثلا اللي لحن أشهر أغنية للفنان محمد عبد المطلب ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين أغنية من أبدع وأشهر أغاني الفنان محمد عبد المطلب سنة 1958 أسس شركة لصناعة الاستوانات في مصر وكانت دي الصورة هل أثناء تأسيس شركة الاستوانات وكان بيقف بنفسه مع العمال وأول فنان في الشرق الأوسط يأسس شركة استوانات في العالم العربي كله لإنتاج الأغاني المصرية العربية بس للأسف سنة 61 اتأممت الشركة وكانت مقدمة أو بداية مرض المسكار محمد فوزي معنا اتصال مدام مريم عياد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك أهلا بمساء الخير مساء النور إزاي حضرتك عاملة إيه؟ إزاي حضرتك مستر معتز أهلا وسهلا بيك الحمد لله تمام يا ترى متابعنا؟ أولا أنا متابعكم والمبنامي خلوة جدا جدا مرسي قوي برجعنا للزمن الجميل وعايز أقول حضرتك حضرتك قاموس موسوعة للفنانين ألف شكرا بتعرفنا حاجات خلوة قوي عنهم وعن حياتهم الشخصية ما كناش نعرفها الفنانين اللي انت جايبه النهاردة ده أنا بعيزه جدا وبحب أغانيه قوي المصرار محمد فوزي المبدع المبهج الجميل أنا عايزة أقولك أنا الحد بوقتنا هذا ببقى مرسوطة أولا ما بسمع له أي أغاني أو أسمحها لولادي وبنوت السمينة كمان بتحبه له أغاني اللي هي للأطفال دايما بتسمحها إيه أحب الأغاني لحضرتك اللي بتحبها للموسكار محمد فوزي يعني فيل بتاعة الأطفال اللي هي ماما زمانها جاية وزهب الليله طبعا والأغاني بتاعتنا إحنا بقى الكبار فيه إغنية فانو أقام بتاعت الورد لي روايحه لغات آه لغة الظهور أيوة بترجعنا فعلا النظام الحلو جدا إحنا نفسنا نرجع له تاني في وسط السرعة والميديا واللي إحنا فيه الأيام دي بنحب نرجع للأغاني لكلمات وألحان حاجات بترجعنا بتودينا الموت تاني خالص يعني مدام مريم عيد أنا بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل وعلى مدخلة حضرتك مرسيح جدا وتابعينا باستمرار ألف شكرا لحضرتك نرجع تاني لشركة الاستوانات اللي أسسها سنة 58 وكانت وضع فيها كل فلوس وكل ما يملك عشان يقدم حاجة وطنية إن لازم مصر بلد الفن واليود الشرق لازم تقدم استوانات مصرية لكبار نجومها في مصر والعالم العربي للأسف لما تأممت الشركة سنة 61 كانت مقدمة لمرضه وقصب بحزن واكتئاب شديد جدا 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 لما رحت صروته كلها وكمان اكتئاب جدا جدا وجاب لحضراتكم صورة من مجلة وزنه بعد ما كان 70 كيلو أصبح 37 لأن مرض سرطان العزام في الوقت ده ما كانش ليه أبدا أي علاج برغم أن الفنان المسكار محمد فوزي كان في قطار الرحمة وجمع فلوس كتير جدا من أجل المجهود الحربي لكن للأسف هذه صورة ليه في قطار الرحمة لجمع فلوس لتسليح الجيش المصري ومعه النجوم مريم فخر الدين واسريح علمي وكانت مجموعة كبيرة شوفوا حتى صورة لطيفة جدا هم مع بعض المجمعين قد إيه كان فيه حب ومرح بينهم وبين بعض المسكار محمد فوزي لما أصيب بمرض سرطان العزام وما كانش فيه علاج أبدا ليه قال رسالة أخيرة أنا جايب لحضراتكو حتى الصورة ياريتنا تنزل على الشاشة قال إزاي أنا بشكر كل حد رفع إيده للسماء ودعالي أنا بشكر كل طفل أسعدته الحاني وبشكر بلدي وبشكر أهلي وبشكر كل محبيني وجمهوري اللي دعالي الموت علينا حق وأنا لا أخاف الموت إذا لم أمت اليوم سأمت غدا ورحل المسكار محمد فوزي في 20 أكتوبر 1966 بعد حياة حافلة من النجاحات والتقلق في السينما وفي المسرح دي الصورة يا جماعة في أيامه الأخيرة لما أصيب بمرض سرطان العزام وشايفين وزنه خس خالص وللأسف كانت حياته في الفترة الأخيرة اكتئاب وحزن على تاريخه الفني وأيامه الصعبة اللي أقدمها وفي صور تانية يا جماعة ياريت تنزل برضو وفي المستشفى في أيامه الأخيرة كان وزنه 85 كيلو أصبح 37 لأن مرة سرطان العزام راح ألمانيا وراح لندن وعشان يشوف فرصة للعلاج وللأسف في الوقت ده ما كانش فيه أبدا أي علاج لي والمسكار محمد فوزي قدم مجموعة جميلة جدا مع الشحرورة صباح زي فيلم الحب في خطر وزي فيلم الأنيسة ماما وزي فيلم فاعل خير وكان بيرتاح أول العمل مع الشحرورة صباح وقدم معاها برضو دويته ناجح جدا مثلا أنا عايز مثلا كانت أغنية من أبدع ما يمكن وأجمل ما يمكن المسكار محمد فوزي كان برضو أحب أقول وأكد أنه هو كان سابق عصره بالألحان الموزك فرانكو دي اللي نسمعها في أغنية فطومة أو مصطفى يا مصطفى في فترة الخمسينات دي ما كانتش حاجة معروفة والجدير بالذكر أن الأغنية دي كلها دلوقتي بتتعرض في أوروبا وفي أمريكا وفي لندن والناس بتسمعها وبيقولوا إزاي كان فيه في الفترة دي إبداع زي ده وإزاي كان فيه فنان قدر يسبق عصره يعني هو يعني الله يرحمه توفى 48 سنة بس شغله ونشاطه في الموسيقى وفي السينما يعني أسس شركة استوانات وأسس شركة إنتاج سينمائي وقدم مجموعة هائلة من الأغنية فوق الربعمائة أغنية ولحن لكبار الفنانين والفنانات أحب أقول لكم على حاجة برضو جميلة جدا جات له فرصة أم كلسوم طلبته يلحن لها أغنية أنساك وبالفعل أخذ الكلمات وبدأ يلحن فيها شاف صاحبه بليخ حمدي كان جاي يزوره وكان لسه بليخ حمدي في الوقت ده جديد هو كان بيساعد برضو المواهب الجديدة سواء شعراء زي الشعر الكبير صلاح فايز أو ملحنين ما كانش بيزعل بالعكس كان بيحب يقدم كل الشباب وكل الناس الجديدة فشاف الورق الأستاذ بليخ حمدي ومسك العوق كده وبدأ يلحن أنساك ده كلام أنساك يا سلام قال له ده الحينك حلو قوي تعال لما نروح لستة أم كلسوم وعرفها بيك وبالفعل قدم الموسيقار بليخ حمدي لسيدة الغناء العربي أم كلسوم اللي هي المفروض فرصة أي حد بتمناها يلحن لأم كلسوم هو لما لقى اللي هو قدم لحن كويس قدم الموسيقار بليخ حمدي لكوكب الشرق أم كلسوم وللأسف هو ما لحنش أبدا لأم كلسوم ولا أغنية إنما لحن لنجاة عليم أغاني ولحن لشادية ولحن لكبار النجمات إلا مكلسوم برغم أن الفرصة كانت قدامه لكن كان حياته عطاء وحبه مبهج في حياته يعني ما كانش يعرف أبدا الحزن ولا يعرف أبدا الزعل وفيه يعني برضو النجمة الراحلة مديحة يسري كانت قالتلي لما كنا نروح المعمورة في اسكندرية كان يستيب الناس الكبار ويقعد يلعب مع الأطفال في البحر ويروح هنا ويتفسع كانه طفل بالضبط وما كانش جواء أبدا حزن ولا يعني زعل ولا غيرة ولا حقد كانت حياته زي ما بنشوفها على الشاشة كانت دي فعلا حياته في تعاملاته الشخصية مع كبار الناس دي صورة لزوجته الأولى هداية لأول مرة بتعرض على شاشة التلفزيون وياريت نقلب يا جماعة في باقي الصور دي صورته من فيلم بناتها واشوفوا بقى يا جماعة هنا الحب فريد الأطرش والنجوم والنجمات كلهم متجمعين في صهرات فنية وجلسات فنية قد إيه الزمن ده كان جميل وقد إيه حب الناس لبعض سواء فنانين أو ناس عادية أو موسيقين كانت روح اللمة وروح الصهرة الحلوة مع بعض يعني حاجة جميلة ومبهجة فيه برضو مجموعة صور تانية ياريت نعرضها يا جماعة دي المقالة للأسف بعد رحلة عذاب دي أول ما جاء الكاهرة والتحق بمعهد الموسيقى كان لسه جاي من طنط على طول مدينته اللي اتولد فيها فيه صور تانية برضو لأول مرة هتعرض هنشوفها دلوقتي مع بعض دي صورته مع أولاده قد إيه طفل جميل وفيه صورة مع النجمة ما دي حيصروا هما في اسكندرية جماعة ياريت تنزل دي جناسته كانت فيها ملايين المحبين من جمهوره أصدقائه الفنانين وعالم عالم من محبين الموسيقار محمد فوزي كانوا بيودعوه في لحظاته الأخيرة في 20 أكتوبر 1966 دي صورة لأول مرة بتعرض مع الفنانة بديعة مصابني والفنانة تحية كاريوكا أثناء ما كان بيشتغل في كازنو بديعة مصابني يعني كازنو بديعة ده كان فيه جميع الفنانين الكبار فريد لطرشل أسمهان محمد فوزي وطبعا إسماعيل يسين وتحية كاريوكا والكبار النجوم في الوقت ده فيه صور تانية دي زوجته الأخيرة اللي كانت معاه في أيامه الأخيرة صعبة جدا جدا اللي تحمل فيها الألم وتحمل فيها الشقاء دي صورته للأسف يعني قبل وفاته بأيام قليلة الموسيقار محمد فوزي رمز للبهجة ورمز للسعادة ويفضل عايش دايما في قلوبنا زي ما كان ناجح في السينما قدر ينجح في الموسيقى وقدم مجموعة متميزة من الأغاني وبشكركم جدا أزائنا المشاهدين على حلقة اليوم عن الموسيقار محمد فوزي وإن شاء الله تعبعونا في حلقات جاية كتير من حكاية فنية قبل مختم أحب بس أشكر ناس كتير بيتتبعني بعد كل حلقة الأستاذ إبراهيم غنيم الأستاذ مصطفى السعيد مادام سوسن جمالي اللي بتكلمني بعد كل حلقة أحب أشكرها جدا جدا على تعليقاتها الجميلة وكلامها الحلو الأستاذ أسعد عنطر أحب أشكره جدا اللي بيتتبعني في كل حلقة وأنا بشكر كل جمهور برنامج حكايات فنية اللي بيتتبعنا في كل حلقة وفي كل الرسائل اللي بتجيلي من الجمهور والمتابعين أنا بشكركم جدا على الهوى وانتظرونا لأسبوع القادم من برنامج حكايات فنية مع معتز سعد بشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر